تكرت صحيفة Financial Times أن المعالج A18 الذي من المقرر أن يكون في أحدث هواتف آيفون تم صنعه باستخدام تصميم شريحة V9 وهو أحدث تصميم لشركة ARM التابعة لSoftBank وكانت أبل قد وقعت اتفاقاً مع ARM في سبتمبر من العام الماضي يمتد إلى ما بعد 2040 علماً أن الشركة الأمريكية تستخدم تكنولوجيا ARM في عملية تصميم رقائق أجهزة آيفون وآيباد وماك شكراً للمشاهدة